بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كما وعدتكم تابع الفيديو السابق المتتارية قلنا العبارة هذي كيفاش ندير ونثبتها ونزيدكم الميثال الزاوية شفنا مقبل في الفيديو اللي فات الميثال اللي جاد في باك 2016 شعبات علم تجريبية باك 2016 كذلك شعبات علم تجريبية بنفس الطريقة بشكل ميثال الزاوية وان شاء الله فكرة توصل وتكون افضل ثانيا قالوا ايان زايد واحد متتالية معرفة بعلاقتها رجعية عبارة جذرية تساوي جذر اثنين ايان زايد ثمانية قال لنا بينه وبلل ايان محصورة بين السفر واربعة طبيعة الحال تثبت بتوظيف البرهام بترجع ثم تدرك الاشكالية قالوا اثبت ان اربعة نقص ايان زايد واحد اقل من ايساوي واحدة الاثنين في اربعة نقص ايان احنا شعبونا مرة الفيديو اللي فات شعبونا دائما هذه العبارة ما نبينوها قلنا نقسم العمل التانى الى مرحلتين قلنا ما نقدرش نحسبوها مباشرة لازم هذه نحسبو عبارتها ماذا تساوي كسبو عبارتها نروح بسطح العبارة هكي في نحسبوها اذا نبدأ الاربعة نقص ايان زايد واحد تساوي اربعة نقص في مكان ايان زايد واحد نعرضوها بعبارتها جذر اثنان ايان زايد ثمانية وقلنا دائما العبارات الجذرية كنبغو نصفوها يجب ان تضربوا قسمها في المرافق اذا نجد صباحا وتساوي الاربعة نقص جذر اثنان ايان زايد ثمانية في اربعة زايد جذر اثنان ايان زايد ثمانية كلها اربعة زايد اثنى جذر اثنان ايان زايد ثمانية اذا نحن نتحصلوا على متطابقة شغيرة من الشكل وقسوا في اه زايد بي علsomething كنبغو نصفذها اين زايد ثمانية يجب ان تضربوا الاربعة نقص اياني زايد ثمانية اذا سبعنا اربعة ناقص ايان زائد واحد يساوي سبت عاش ناقص ثمانية ستة عشر ناقص ثمانية ثمانية ناقص اثنان ايان بكل على اربعة زائد جذر اثنان ايان زائد ثمانية شاكو الناس قلنا دائما من التنبيذ لما يحسب قلنا العدل اللي مضروف الايان هو الذي يستخرج كعامل مشترك وهنا ثنين مثلا استخرج ثنين سبعنا الاربعة ناقص ايان زائد واحد يساوي لما نستخرج ثنين قلنا يا اربعة ناقص ايان الكل على اربعة زائد اثنان عقفل زائد جذر اثنان ايان زائد ثمانية اذا هذه هي العبارة اللي نازم نوصله لها لعبارة ايان زائد واحد يقولنا دائما كيف تحسبها كخارج عامل مشترك العبارة اللي نسيبها بين قوسيني اربعة ناقص ايان هي نفسها اربعة ناقص ايان اللي نعطيها في العبارة المراد لثباتها اذا دعونا نروحوا احنا نعوض لنا الثبتوذي الثبتوذي لانه مع عبارتين متساوية هذا ما كان كيف شنجر ثبتوها بطريقة متبينة قلنا دائما نقلع من هذا الجذر لانه التلميذ يعلم انه اي عدد جذري هو اكبر او يساوي 9 لانه او عدد موجه لااذ لدينا جذري بالثناني ازاائي 8 اكبر من او يساوي 0 اذا عضبنا اربعة طرف الاول نضيف اربعة طرف الثاني وتقولنا 4 زائد جذري اثناني ا ازاائي 8 اكبر من او يسائي 0 زائدة 4 بعد ذلك بما انه العبارةRealent don core في المقلوب ونحن نعلم أنه لما نضرب طرفي المتبينة في المقلوب الاستدلال ينعكس أو يتغير إذا نشط طباحنا طباحنا واحد على أربعة زائد جذر اثناني اقا زائد ثمانية عفوا يقلب هذا يتبعنا أقل من أو يساوي واحد على أربعة بعد ذلك خلاص خدمنا هذا البطل خصنا نضرب في اثنان لما نضرب الطرف الأول في اثنان طرف ثاني في اثنان أتقول لنا اثناني على أربعة زائد جذر اثناني اقا زائد ثمانية عندك أقل من أو يساوي أتقول لنا اثناني على أربعة جماعة كما تلاحظوا بل العدد اثناني على أربعة هذا بل الإختزال يساوي واحد على اثنان إذن مباشرة مقدروا نديروا واحد على اثنان قلنا كنا وصلوا للهنان أحباس لأن العبارة اللي بيغ أوسيد نضرب الطرفين في احدا نحن نعلم أن ايان محصورة بين صفر وأربعة إذن بما أن ايان محصورة بين صفر وأربعة نضرب نضرب في الناقص ايان محصورة بين ايان محصورة بين ايان محصورة بين ايان محصورة بين محصورة بين صفر أربعة فهي عبارة مجبة إذن لما نضرب طرفين متبينة في عبارة مجبة ايان محصورة بين صفر ايان محصورة بين صفر ايان محصورة بين 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 صفر ايان محصورة بين صفر ايان محصورة بين صفر ايان محصورة بين صفر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر